حياكم الله تجارب مريرة عاشها العراقيون مع الانتخابات وما يرافقها في كل مرة تجرى فيها من اتهامات بالتزوير والتلاعب وشراء للأصوات وغيرها الكثير من الملابسات والمنغصات مفوضية الانتخابات لجأت إلى استخدام أجهزة إلكترونية للعد والفرز وذلك بذريعة تسريعها للعملية وضمان قدر أكبر من الشفافية والنزهة تلك الأجهزة المقدرة بستين ألف جهاز كلفت الدولة العراقية نحو مائة وخمسة وثلاثين مليون دولار في وقت كانت فيه قد واجهت الكثير من الانتقادات بل الفشل وفي دول متعددة هذا ما حصل في العراق فقد توقف كثير من الأجهزة الإلكترونية عن العمل بالعاصمة بغداد إديالا، كربلا، النجف، البصرة، كركوك ونينوة إلى جانب مخيم النازحين بمحافظتي أربيل ودهوك في إقليم كردستان العراق يمكن لنا مشاهدين الكرام أن نجمل أبرز العيوب الفنية والتقنية في الأجهزة الإلكترونية بعدد من النقاط والتي شخصها خبراء وأيضا شركات تعاملت معها وهي في البداية اعتمادها على إصدار قديم من برنامج أندرويد يسمح بالتهكير على النظام وأيضا استبدال البرنامج وحتى العبث بنتائج الانتخابات أما ثانيها فعملية اختراقها والتلاعب بها وتعطيلها سهلة حتى ممن لديهم معرفة متواضعة جدا في مجال التكنولوجيا أما ثالثها فهي أنظمة حمايتها ضعيفة للغاية ويمكن لأي شخص الدخول إليها بواسطة منافذ الـ USB أو الأقراص الصلبة أو حتى الوصلات الأخرى أما رابعها فلم يتم تدريب موظفي الاقتراع على أسليب حمايتها من القرصنة فخامسها اعتمدت لسنوات طوال في إرسال نتائج التصويت إلى مقرات الانتخابات وذلك من خلال الشبكات اللاسلكية ما يجعل من احتمالية اعتراضها أو إرسالها أو حتى اختراقها والتلعب بمحتوياتها أو التشويش عليها ممكن للغاية سادسها فهو خلوها من أنظمة حماية داخلية تكشف أي عملية اختراق لها أو الولوج إليها أما سابعها فلا تحتوي على نظام يحمي سرية الناخبين وأيضا بياناتهم نأتي إلى ثامنها فهي مزودة بنظام تقليدي غير مؤمن يقوم بإنشاء مسار ورقي يمكن استخدامه في حالة الحاجة إلى إعادة فرز الأصوات أما تاسعا فيمكن لهذه الآلة أن تساعد اللجنة الانتخابية في سرقة نتائج الانتخابات وأيضا مساعدة مرشحي الأغلبية الحاكمة على الفوز في الانتخابات أما النقطة العاشرة فيعتقد البعض أن هذه الآلات هي علامة واضحة على أن الانتخابات لن تكون نزيهة ويشككون في قدراتهم على الفوز بالطبع لأن هذه الآلات لن تسمح لهم بذلك أما النقطة الحادية عاشرة فأشارت منظمات مختصة بالانتخابات وأيضا حقوق الإنسان إلى أن نتائج الإلكترونية لهذه الأجهزة كانت متباينة مع النتائج أثناء إعادة الفرز يدويا بالكامل في العراق ما يعني عدم دقتها أما النقطة الثانية عاشرة فأثبتت فشلها في انتخابات الكونغو وتم رفضها في انتخابات الأرجنتين عام 2016 ما يتخوف منه الكثيرون هو ما يثار حول العودة لاستخدام تلك الأجهزة في الانتخابات المقبلة والمبكرة وهي بنظر الجميع انتخابات مفصلية ستحدد مصير البلاد وبشكل كبير لا سيما أن قانون مفوضية الانتخابات الجديد تم إقراره في البرلمان